بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد قال الإمام بن القيم عليه رحمة الله ومن هؤلاء المغرورين الذين يتكلون على عفو الله ومغفرته تكلون على ذلك الله غفور رحيم وقال قائلهم وكثر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على كريم نسأل الله السلام والعافية قال ومن هؤلاء المغرورين من يتعلق بمسألة الجبر الأول يعني يتعلق بسعة مغفرة الله الثاني بمسألة الجبر ما معنى الجبر؟ أي أنه مجبور أنه أجبر على العمل وأن العبد لا فعل له البتة والاختيار وإنما هو مجبور على فعل المعاصي يعني هذه من البداء ولهذا أهل العلم يحذرون من الفرق الضالة القدرية والمرجئة والجبرية بعض الناس ربما لا يدري ما الجبر لكن يقع فيه لماذا عصيت الله؟ قال أنا مجبور الله جل وعلا جبرني على ذلك ويجعل نفسه أنه كالشجرة في مهب الريح نعم تكفأها هاهنا وهاهنا لو أن هذا الجبر قال له أو فعل معه بعض الحاضرين أن أخذ يده ولطمه ما لك؟ قال مجبور هل سيوافق؟ ويقول نعم أنت مجبور فأنت معذور ما سيوافق لكنه ما يعني لكنه يقول ذلك معللا لنفسه الشيطان له مداخل وله طرق وخطوات ولا يأتي فجأة مرة واحدة وإنما له أطوار يمر بمطيعيه بأطوار حتى يوقعهم في الكفر ثم بعد ذلك يتبرأ منهم قال ومن هؤلاء من يغتر بمسألة الإرجاء إذن الجابر الإرجاء طيب ما هو الإرجاء؟ قالوا أرجه وأخاه أي أخر يقولون لا يضر مع الإيمان معصية اعمل ما شئت ما دام أن معك الإيمان فلا يضر ما فعلت هذه عقيدة المرجعة وهي ضالة من الفرق الضالة وانتبع أحيانا قد تقع في الإرجاء وأنت ممن ينكر على المرجعة لا بأقوالك وإنما بأفعالك قال وأن الإيمان هو مجرد التصديق أنا مؤمن يكفي والأعمال ليست من الإيمان وإيمان أفسق الناس كإيمان جبريل وميكائيل ومن هؤلاء من يغتر بمحبة الفقراء والمشايخ والصالحين يعني مجرد محبة ربما لا يصلي قل أنا أحب القوم والنبي سئل عن الرجل أو عن المر يحب القوم ولما يلحق بهم قال أنت مع من أحبابت يعني المراد أنت تحبهم لصلاحهم وإيمانهم وليس المراد أنك تحب هؤلاء ولا تعمل بأركان دينك ولا تعمل أيضا تنتبه من نواقض دينك هذا لا يغني عنك وهذا من تلبيس إبليس قال وكثرة التردد إلى قبورهم صلى الله سلام هذا من الشرك يأتي يطوف حول القبور يدعو المقبور ربما أكل تراب القبر أدعو الله وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا ومن أظل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة كيف تدعو غير الله هذا الميت هو أحوج إلى دعائك هو أحوج إلى دعائك أن تدعو له لو كان ينفع أو يضر لماذا دخل القابر خرافات بعض الناس لا يزال يحمل الوثنية التي قبل الإسلام وربما أكثر سبحان الله شخص في هذه المقبرة سبحان الله جاء قبل فترة يطرق الباب ماذا تريد قال أريد ماء لماذا قال أسقي المقبور نعم له قريب يريد أن يسقيه قال له بعض السامعين قل له قل له يأتي يأتي يشرب إذا كان يريد ماء فليأتي وليشرب بنفسه خرافات هذه من الخرافات ولهذا القبور الناس بين إفراط وتفريط منهم من عبدها من دون الله وهذا شرك ومنهم من لم يبال بها تراه يطأ عليها يتغوط عندها نبشها يلعب ربما الكرة يجعلها مواقف للسيارات ربما يرقصون ويطبلون عليها لا لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء هو مقبور يدعى له ويجب أن يحترم فلا يجوز أن يمشى بين القبور بالنعال كيف بالبول والغائط بل بعضهم ويا للأسف يا للأسف أين القلوب أين العبرة سمعنا في بعض المقابر يفعلون الفواحش لا إله إلا الله أي غفلة هذا هؤلاء موسخوا صاروا لا يتعظون لا بالقبور ولا بساكن القبور بل يعصون الله عند الموتى نسأل الله السلام والعافية قال رحمه الله وكثرة التردد إلى قبورهم والتضرع إليهم والاستشفاع بهم والتوسل إلى الله بهم وسؤاله بحقهم عليه وحرمتهم عنده صلى الله السلام والعافية وهذه كلها مخالفات هذه كلها مخالفات وهي محرمات ينتبه ينتبه لذلك الحمد لله الدين كامل أعطى كل الذي حق حقا وأعظم من أخذ حقه وحظه هو المسلم هو المسلم الملتزم بدينه إلى هنا بارك الله وفيكم ترجمة نانسي قنقر